مشهد سياسي جديد أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية في لبنان التي كشفت عن جملة من المفاجآت المخالفة للتوقعات خسارة مدوية لحزب الله اللبنانية القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد الذي حاز على 27 مقعدا مقابل 71 كان يحتفظ بها وحلفائه في البرلمان المنتهية ولايتها سجلت نتائج الانتخابات كذلك انتزاع قوى ومرشحين جدد مقاعد عدة من حصص الأحزاب والمرشحين التقليديين وعلى امتداد مناطق ودوائر كانت تعتبر قلاعا محصنة لأحزاب السلطة الحكيمة فيما منيت شخصيات سياسية بارزة وزعماء تقليديون امتدت ولاياتهم النيابية لعقود من الزمن بالهزيمة في المقابل فازت لوائح المعارضة المنبثقة عن المظاهرات الاحتجاجية ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين ب13 مقعدا على الأقل وفق النتائج الأخيرة 12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية ومن شأن هؤلاء أن يشكلوا مع نواب آخرين مستقلين عن الأحزاب التقليدية كتلة موحدة في البرلمان تعد هذه الانتخابات الأولى بعد انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850 وبعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة وحادث الانفجار المروع الذي هز مرفأ بيروت صيف العام 2020 وأدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وضمار شامل في أحياء العاصمة ترجمة نانسي قنقر